السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم عبدالرهاب من قناة عالم شيحناتنا وسيد سبينز وده الجزء التاني من عمرة المحاولة بالخطوات الصحيحة او بالشكل الصحيح وهنتكلم فيه ازاي تعمل عمرة كاملة وتحافظ فيها على فلوسك وتطلع النتيجة او الكوالات بتاعها مية في المية بازل الله زي مشتريت الصيارة جديدة او زي مشتريتها مستعملة والعمرة ما تعيش معك سنين زي ما عاشت معك قبل كده يلا بيوم اول حاجة اول حاجة نعملها طبعا زي ما تكلمنا الماء اللي فاتت في نص عمرة تمام ان احنا نبعد عمرة خلاص انت بتعمل عمرة كاملة اا تتأكد من المسح بتاع راس المسترية الا 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 تنظيف الاواعد بعد السبابات او خارط الاواعد السبابات مع السبابات يفضل تغير تغيير تركب طقم السبابات واواعد جديد لان انت في الغالي هتحط طقموس جديد و هتحط بسسم جديد فالكبس تحت يبقى 100% فلازم يبقى فوق الكبس زيه 100% عشان تاخد كوالة كويسة تمام يبقى احنا هنغير السبابات هنغير الاواعد هنغير الدلال هنعمل كشف شرخات لو السيارة بتاعتنا مثلا ما فكتش بقى لا فترة او انت كده كده ببقى انك واقع البخارطة تخليه يضغط لك هوا في الروس تمام يتأكد فيها شرخات ولا لا وخصوصا بان عند الجزء بتاع غرفة الاحتراء تمام الجزء اللي هو فيه السبابات والكلام ده كله خلاص او عموما هو الاختبار ده بيشمل جميع الاجزاء اللي فيها اخرام يعني مجاري مجرة المياه مجرة الزيت مجرة ديزل خلاص عشان لو فيه اي شرخ بيعمل اي تعريب او شرخ في اوله يعني فيه روس ياما انا برضيها بلاقي اربعة فيهم شرخات مع ان السيارة تمشي عادي وانا فكك عمر طبيعيه ما كانش حد بيشك من حاجة بس خلاص الشرخات دي اوابت انها تبقى نفدة خلاص اوابت انها تصوب يعني بس الحمد لله بنا صاد خلاص طيب عندك الحاجة المهمة دي الناس بتنساها البيت او الجرم او الجزء اللي بيتم فيه تبريد البخاخ اللي بينزل فيه بخاخ الديزل ده جلبة بتتغير بتتفك طبعا لو فيها صادف جسمها لازم تتغير ما فيه صادف جسمها فيه رابلة بتوقف فيها عشان المياه اللي هي بتلف عنين البخاخ ما تستربش على الديزل خلاص احنا كده كده وضيتها وصل مخلطة بعمل لها فول تشيك خلاص طيب عندي ايه تاني اللي بعد كده البستم زي ما قلنا الناس البستم هشغله ولا مش هشغله فدي عمرة كاملة لا هقول لك هو بص اللي بيحكمني دايما في حالة البستم حتى لو عمرة كاملة اللي احنا قلناه الماء اللي فاتت خلاص في الفيديو الاولاني تمام وهنقوله تاني دي الوقت لازم نقوله اللي انت بتوردين مخلطة تتأكد ان جسم البستم مفروض بيضاوي البيضاوي مش موجود القطر بتاع البستم سليم الجلب بتاعت البستم مش متأكلة مش خمسين في المية لازم تكون سبعين تمانين تسعين في المية خلاص اه بعد كده زي ما قلنا بنعمل تنضيف الكربون في المخرطة المجاري بتاعت الشامبر وبنحط الشامبر ولو فيه فضاوة تمام او الشامبر غط صان في المجرة دي ان دي بتاع المخلطة مش بيفيدك فيها دي انت بتعتمد على الله فيها ثم على نفسك ثم خبرتك تفني تمام ان في ناس بيقعوا فيها والعمرة بتطلع بتبخر العمرة بتطلع متبخر بسبب الغلطة دي تمام ولكن البيستم الاصلي المرسيدس الاريجنال سنداني احسن من اي حاجة تجري في السوق خلاص بس انت تعرف تحكم على المجرة بتاعته مش صعبة مش عارف زي ما قلنا هات بيستم جديد هات بيستم واحد جديد بالشامبر بداعه وشوف الشامبر بيبقى نازل قد ايه وكونه باللي عندك لو لقيته نازل بزيادة خلاص يبقى اللي عندك مش ههمت فعليته نفس اللفل اوكي مفيش مشكلة خلاص ونتأكد ان مفيش خبطة في مكان الشامبر او حاجة تمام وان الشنابي كلها بتلف في مكانها لفة كاملة الجيلة بتاعت البستم سليمة من فوق السطح بتاعه مفيش شوخات مفيش خبطات مفيش حاجة من السبابات شغال معنا طاق من البستم ان شاء الله مفيش مشكلة طاق بالاميص بما انك هتعمل عمرة كاملة نفس القصة بس دي عمرة كاملة بقى خلاص يعني انا مطلع مطلع كهانك بقى مطلع اعطيه من بقى في الكلام ده فطاقم الاميص لا ما نصحكش ان انت تخليه نمام طاقم الاميص لازم اتغاية اوكي البستم عندناش مشكلة فيه لكن الشميز اللي خلاص بقى عشان فيها بقالات في الشميز وفيه ضوءة مية وفيه حاجات ياما فطاقم هو منطاقم الشميز ومش غيره بس يفضل ان انت تجيب نفس الموديل اللي عندك ما تجودش يعني ما تجيبش نوع مختلف لو طالع اللي عندك مثلا ابو ارس ازاي بتاع الان بسويل فما تحطش ان بوان لان الان بوان بيركب بس هيعمل لك مشاكل بعد كده لما نتكلم عنها في يعني في اي جزء بعدين من الفيديوهات خلاص طيب الاميص اريدي هتغير فيه حاجة مهمة طبعا انت بتودي السلندر المخاطة مع اا عمود الكوانك مع عمود التيمن طبعا لازم نغير الجيلة بتيمن بتاع المخاطة طبعا بيقسها بتيجي طعم جيلة باسمه سيمي او استندر هو بيكشف لك على استقامة عمود التيمن وبيغياله جيلة تمام بيكشف لك على صلاحية السلندر نفسه هل فيه شوخات هل فيه تآكل زايد مكان الفتحات يحتاج مسح او ينفع فيه مسح او ما ينفعش احنا انا غيرت كزا سلندر لان السيارة كانت جاية اوب بيه وكان الجزء بتاع فتحات المية منهار يعني فتحات المية انا فكت السلت روس فتحات المية الفتحات بتاعتها ضابل تمام من الصدا فما ينفعش اللي انت لا تمسحها تعمل قشط ولا اللي انت شغالها تاني فانا غيرت سلندر تمام طبعا طقم جلب الدمعات لازم يتغير خلاص يعني ما ينفعش اللي انت غيرت جلب تيمن وكشف على استقامة تيمن وطبعا بتكشف على الجلب على القبيهات الناس بيقول عليها الجلاس تيمن او قبيهات التيمن او كستبانات تمام اه فيها تآكل ولا لا طبعا دي الفني اللي بيقدر يشاك عليها اه الفن المجانيك يعني مش طوع المخاطة بم انك فاكك الدنيا طيب عندنا ايه تاني عندنا اه الحالة بتاعت السلندر زي ما قلنا بيقويبهن صاحب المخاطة او المتخصص في المخاطة الكونك بيتلمع بيتكشف على الاستقامة بتاعته بيشوف هل لو هو مثلا ستاندر سبيكا استي دي ستاندر اه بيئيس بالميكرو متر هل هينفع فيه ستاندر تاني ولا محتاج يتخلط اللي بيحددها الجهاز اللي هو بيئيس بي او الميكرو متر بتاع الاكتار اللي بيئيس بي فيه بيضاوي في الكرانك فيه هبوط في جسم الكرانك او لا لا بان اغلبية كرانكات الكران الاكترس فيها نسبة هاردو كوم عليه يعني فناديرا لما بتخرط يعني بس فيه انا شرط سياد بتخرط بس لازم يبقى طلعها من مشكلة لكن في الغالب اللي هي الزوف حياتها طبيعية زيت وفلاته تمام مفيه السخان او بفيش الكلام ده تبقى ستاندر زم ما هي طبعا سابت وا70 موتيح هو بيغير سبيكا وبيغير الهلالات بالدنيا بتبقى تمام منفعش انت تقولي ان هعمل عمره كاملة والبشمهندس المكانيكي الفني هيقول لك أنا هفك السلندر عندي في الووشة وغيره لك أنا تقمس بيكا طيب انت بما انك نزلت السلندر في الووشة عندك خلاص وطلعته من السيارة ايه المشكلة اللي انت توضيه المخاطر يعني المشروع ده هيفق معاك اه هيفق معاك هيفق ان الناس يا ما بعد ما بتقفل تقمس بيكا السيارة وتشتغل السيارة اه السيارة ضغط الزيت بتاعها اه ضعيف اه في انخفاض في ضغط الزيت وده ما كانش موجود الاول طيب ليه ما كانش موجود الاول انت دلوقتي اه حطيت سيارة جديدة خلاص على اه كونك متأكل فبدأ ايحصل تهويب زيت انت اي مشكلتك اللي انت تبعته المخاطر يعني انا عايز بفهم فيه ناس هيما بيقولك عشان اروفره لصاحب السيارة انت مش بتوفر له انت كده بتخسره انت كده مش بتوفر له انت كده بتخسره طبعا ما تتفكر باقينا عمرة كاملة كل ما هو الجوان كل ما هو جزجة او جوان من جوان داير خلفي جوان كارتير لجوان ترمبط مية لترمستاد لجوان الاول سيل الامامة للكرانج كل ده بتغير فيش جوان ما بتغيروش طبعا وبعد ما تخلص شغل المخرطة لازم تفك الطبب بتاعت التسيخ او بتاعت الغسيل عشان تنظف مجاوي الزيت من الزيت القديم وكلام ده قوله لازم غسيل كامل ولكن الفني اللي يقولك انا هركب لك طبعا مسبيكا تمام انا لسه كان فيه مكينة اا كنت شغال فيها غريب وصاحبها هو اللي كان مصمم ان احنا ما نوضعش المخرطة ونغير سبيكا بس قلت له السوري انا ما بشغلتش بالطريقة دي تمام فجبت فني من المخرطة وقاس الكرانج قدامه وكانت ستاندر وطلع فعلا ان الكرانج لما تركيب له سبيكا ستاندر فيه فضاوة كتير وانه لازم يتخلط عشرة تمام ما اقتنعش غير لما شاف الفني قدامه وركيب له سبيكا ستاندر وبدأ يشد على الكرانج وشاف الكرانج بيتحرك قدامه بعينه فوقي العين عشان يقتنع يعني وقال لي فعلا كان عندك حق يعني فخلي بالكو الحاجات دي انت اللي هتقسر فيها العموة بتاعتك كلها لقدر لا لو سبيكا لفت نتيجة الفضاوة دي لو سبيكا واحدة لفت الماكينة كلها هتفك خلاص فانتبه انتبه انتبه طبعا في الحالة دي بتود التومباط بتاعت الديزل والبخ خات واللي وديتها واللي انت كلها غسيل وتسيخ وبإذن الله بإذن الله بإذن الله امشي على الخطوات دي زي ما قلت لك وما تقصراش في حاجة نصها اياسات نصها انت بتضمن بتضمن روز بتضمن التيمين بتضمن الكرانك بتضمن وضعك ايه الحاجة اللي انت مقفلها دي اه هتصد وتكمل معاه وخصوصا انت عايفين لزوف الاقتصادية العلمية مش مستحملة حد يخسر مكينة او حتى نص مكينة فياقب تكون استفدته من اللي انا قلتو ياقب يكون الموضوع مفيد ليكو ولو عجبك الفيديو ما توقفوش عندك وشايعه ورغيك واذا شايف ان انت استفدت منه شير لايك سبسكرايب السلام عليكم اشتركوا في القناة